أعمال فوضى وقطع للطرقات والشوارع الرئيسية في مدينة تعز وخط الضباب تلك هي التداعيات الكارثية التي أفرزها صراع الأخوان الذي يطفو على السطح مجددا فالمدينة تشهد انفلاتا أمنيا وعمال عنف وإحراق للإدارات وصد تراخ وتساهل شديدين من قوات الأمن وغياب تام لدور السلطات العسكرية مع انتشار مسلحين ومجامع محسوبة على معسكرات المحور على ذمة قضية قتل وقعت مطلع الأسبوع الجارية مصادر محلية كشفت أن مجاميع مسلحة قضعت شوارع وفي مقدمتها شارع جمال في قلب المدينة وأشعلت النيران في الإدارات وانتشرت الحرائق وغطى الصحب الأدخنة سماء مركز المحافظة وهي أحداث تعكس رغبة أخوانية في تعميم الفوضى على مدينة تعز واستكمالا للملاحقات والاختيالات والاعتقالات التي تتم في المدينة والتهجير القسري لبعض المدنيين من منازلهم ناشطون وجهوا انتقادات واتهامات لقيادة محور وأمن تعز والشرطة العسكرية تجاه الفراغ والفلتان الأمني مقارنة بسلوك وذراع التحشيد لاجتياح الحجرية الآمنة والمتعافية من الفوضى وسبقت هذه المظاهرة اشتباكات في خط الضباب بينما جامع مسلحة جميعها تتبع محور تعز في خلاف على تحصيل ضريبة القاتل بشكل غير قانوني ما أسفر عن مكثل رئيس أركان اللواء 145 هذه الفوضى العارمة في تعز ليست إلا تعبيرا عن انهيار قيم الدولة وهذا الانحذار من أخطر ما آلت إليه الحرب وملشنة الحياة من قبل النافذين من ميليشيكات الحشد الأخوانية الذين يحاولون مرارا تحويل تعز إلى مكان آمن لكل إرهابي ومرتعا خصبا لهم